مش هنستخدمها ومش هننزل لكن المؤكد انه للصبر حدود والمؤكد كمان ان احنا شديدي الحرص والالتزام بالمهنية بالمناسبة اسمها المهنية مش المهنية عشان لما حد يطلع يعدل علينا يبقى ينطقها صح هي المهنية لان النسب للمفرد مش للجمع فمبدئيا سوابة العمل بتاعتنا بنتكلم فيها عن تخصص كابتن متحط راجل خلفيته ظابط شرطة ما اقدرش اقرعه لما يتكلم في البحث الجنائي ولا في الامن العام ولا في مباحث الاداب ولا في كل الوان العمل الشرط خبراته ما سنشرح اقرعه دي لانها جديدة وصعبة ايه يعني اقدرش اناتحه لا ما اختلفش معاه ما اختلفش معاه لكن لما نيجي نتكلم في مهنة والحمد لله نمارسها عن تخصص ودراسة على الاقل انت او يعني او يعني او كي انا مسؤول فيه ماشي ليكن فمحدش ينفع لان احنا لو نكاشنا في عشوائيات هذه الممارسة المهنية الناس دي مش هتنفع تطلع على الشاشة تاني ولو اتكلمنا على الموبيقات الاعلامية اللي ارتكبت في ناس كتيرة او هتتكسف تطلع وتشوف الناس لو مزلنا للمستوى وتخلينا عن سوابة البرنامج وتعرضنا للاشخاص وده نتمنى ان شاء الله تعالى قال لنصل اليه هتبقى فيه حاجات كتيرة او مش حلوة خالص لكن هتتكلم انا قاعدين يجروا شكل الناس لا خالص انتو موركوش الا فيديوهات الناس يا بيما ده البرنامج ده البرنامج وبالمناسبة فكر تصدر انا ما بشوفش الكلام ده لا يشرف حد انا ما قدرش اقول فيه دكتور يقولك انا ما بطلعش على اي ابحاث وما بعرفش ايه اللي بيجرى العالم يظل عالما حتى يظن انه عالم فقط جهل هنا انت الجهل الحقيقي